مرحبا احباب احكيك كلمتين عن الداس الكري الداس الكري قبل السبعينات والثمانينات ما كان موجود بهالحجم الموجود فيه حاليا لان ما كان الهندس الوراثية ما كانت تجد حبوب وانواح حبوب مثل الموجود اليوم الحبوب الموجود اليوم كلها على طريق الهندس الوراثية والاغذية المعدلة وراثيا عدلوا كثير من الاغذية بحيث صار انتاج كبير صارت اغذية موجودة سابقان واغرقوا فيها السوق بحجة انه الدماء والعضلات يحتاجون للداء السكري بهذه النظرية اغرقوا السوق واغرقوا الاغذية وحطوا نظريات وكتبوا مؤلفات ومحاضرات وبالجامعات انه النشويات والسكريات اهم غذاء بالجسم في هذه الحالة الجسم صار في عنده اغراق في الداء السكري اغراق في السكر ما يعمل في هذه الحالة؟ طبعا انا سأتحدث عن السكر نماط الثاني الذي يعتمد على الأنسولين في هذه الحالة الجسم يعمل مقاومة يعمل مقاومة يعمل يقاوم هذا الأغراق في اي شغلة يروح يقاوم الأنسولين لأن الأنسولين هو اللي يجبر السكري على دخول الخلايا الخلايا لا تريد سكري تزيد مقاومته ضد الأنسولين إذا الأنسولين هو المشكلة صحيح هو الأنسولين ينزل السكري لكن المشكلة في الأغراق هذا الأغراق عدد السكري والاضطرار لمقامة الأنسولين من قبل الجسم خلّى الطب والشركات الصناعية والوراثة تصنع الأنسولين البشري قبل أن أولا كان أنسولين حيواني يستندجوا من مصل الخيول ومصل الحيوانات الثانية بعد أن أصنعوا ما أصنعوا أنسولين بشبال أنسولين البشري تماما حسنوا مققتا من مشكلة الذات السكري إنه زادوا الأنسولين طب الجسم عبيعاني من أنسولين رجعوني زادوا الأنسولين فوقه صار يعطوا أدوية حرّض البنك رياس على زيادة الأنسولين وفراز أكثر من الحاجة ولو الجسم قاوم ما قاومنا وفورينا دون نتحدوا أو أنه ويطلعوا فوق مقامة الجسد بها الحالة شو صار؟ طبعاً وجود لهذا السكري ماذا عبيعمل بداني؟ عبيعمل شحوم عبيعمل شخص ماء تخزين ماء في الجسم كثير مي و ملح مالة رزمة بعمل استهلال البوتاسيوم بشكل فضيع برجع بعمل هالشحوم الزيادة هالسكة الزيادة بزيد نسبة شحوم الدم وبترتفع شحوم الدم بدلا ما يحلو المشكلة من جزراء وإيقاف السكاكل رجعوا وصنعوا أدوية على تخفيض الكوليسترول طب الكوليسترول هام جدا لصناعة من الهرومونات الهامة في الجسم لا بدي ضاد صناعة الكوليسترول ما بسن ضاد صناعة الكوليسترول ولو حرمت حالك من الكوليسترول الكوليسترول الكبد برجع بيصنعه يعني مشكلة ما عند الكوليسترول مشكلة عند زيادة السكريات إذا نحن نمرنا كمجتمع نمرنا مرضى سكري باغراق بنظريات السكار وما ضل حوالي شي يأكل غير سكاكل ونشويات يعني ما أنتجوا منتجات تانية لكي نحل مشكلة السكري لأن المريض السكري لا يبديل لأنه ما أكل نشويات السكريات لا يبديل تانية ما أوجدوا له هالقصة أفوال منها صنعوا له أدوية دمر حياته لأنها أدوية المضادات الكوليسترول وأدوية السكري لا زادت الحيات بالعكس أساءت إلى المرضى السكري الثالث على المستوى الفردي لا يوجد طبيب نصح مريض السكري أنه يأخي في عندك حمية تحسن الطبقة وتنتهي نهائيا من داء سكري نهائيا لا يستعمل أدوية الشغلة معروفة السكري جاء قطعنا السكري إلى هذا الموضوع نهائيا لا يوجد مشكلة ويقول لك والله الجسم يحتاج السكري والعضلات يحتاج السكري والسكري لا يمكن استغناء عنه يا أخي الجسم يصنع السكري حسب الحاجة ومعروفة الشغلة طبيا لذلك لا تخاف على هذه النظرية إن شاء الله في ناس بصوموا 15 ساعة 20 ساعة بدون سكري يعني الدماغ الكبد والجسم ليس صنع سكري لحاله صنع حاجته لذلك نحن قتلنا ودمرنا مرضى السكري بدأت شغلات بزيادة استهلاك السكريات والنشويات مغرق السوق هلا وينما تفتع اي ماركت اي مول بتلاقي المنتجات السكرية هي رقم واحد هي أكتر شي شي ثاني رجعنا أن تجدانا منتجات تزيد مشكلته الأساسية قائمة هي زيادة الأنسولين نرغق التي تجدانا منتجات الزيد وجود الأنسولين يعني كأنه عنده يسمي المضيقات ونحن نسيد السوق عم ستوى الثالث ما حد نصحه بيحمي الكيتو ولسا في أطباء يطلعوا ويقول لك حمي الكيتو ضر وتضر وما بعر شوي آخر جوح رجاع عيد دراسة الفيزيولوجيا حاجة واحد يحكي حكاية مي علمية وكوة يعني نظرية بسيطة ما حمي التفئين عليها كلياتنا الده سكر إذا قطعنا سكر نهائيا إنسان ما موت بالعكس في عنده قدرة يعيش على الشحوم والدسام فككه الده سكر هو السبب هام من أسباب الكوليسترول وارتفاع الكوليسترول ولا يمكن منقوامته ولا يمكن بأي دوا شو ما خفضنا شو ما عملنا لا يمكن منقوامته كل الأدوية يزعبروا حكي فاضي طبعا والإفادة منها مؤقتا بحالات خاصة أنا ما أقول بشي حالات عامة طبعا الده سكر نمط واحد هذاك ما علي حكي هذاك مضطرة للأنسولين يعني أصلا ما عنده أنسولين ولا عنده مقاومة أنسولين بالأصل أما الده سكر نمط اثنين هو المصيبة اللي بيعانوا منه قسم كبير يعني إذا جئنا على الده سكر المشهور هو الشعع والده نمط اثنين ما هو النمط واحد نمط واحد شيء أقل بكتير وله أسباب خاصة هذاك فعلا ما دخلوه بمقاومة الأنسولين هذاك ما دخلوه بمقاومة الأنسولين أرجو مساعد مرضى الده سكر بلف نظر لحميد الكيتو فقط حميد الكيتو بيرتاح من كل مشاكل أدوية الكوليسترول الضرب الكبد والضرب صحة حتى من أدوية الأنسولين الضارة كمان وبتمنى لشفاء العاجل لكل مرضى الده سكر باتباع حميد الكيتو طبعا أنا ما أعمل لدعاية لحميد الكيتو أنا أعبكي كدليل وما جايني شي مني يعني أعمل لدعاية هذا ما يطبيب ما أعبش عالب التغذية يعني أنا ماني طبيب تغذية ولا أعبش عالب التغذية تأنصح فيها وهذا من مجالي أنا أعبش عالب الداخلية وإن شاء الله عليكم ألف حافية يا رب أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو للباقي الناس عسى أنه أحد يستفيد منهم وأرجو دعم القناة منكم وشكرا كتير لكم شكرا كتير لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر